شاركت معالي الشيخ مي بنت محمد الخليفة رئيسة مجلس إدارة المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي عضو اللجنة التوجيهية لجائزة الأغا خان شاركت في ندوة الفائزين بالجائزة في نسختها الخامس عشر في مسقط بسلطنة عمان برعاية صاحب السمو السيدة الدكتور فهد بن الجلندي آل سعيد رئيس جامعة السلطان قابوس وألقت معالي الشيخ مي كلمة أكدت خلالها أن اللجنة سعت إلى إلقاء الضوء على المشاريع التي تستشرف المستقبل مشيرة إلى أن كافة مشاريع القائمة القصيرة للجائزة هي أيقونات معمرية تستحق الاحتفاء وفي ضوء هذه المشاريع تمت مناقشة عدد من المواضيع كسب لمساهمة العمارة في تحسين مستوى المجتمعات والتأثيرات الاجتماعية للعمارة والتأثير الوظيفي لتلك المشاريع هذا وحضرت معالي الشيخ مي بنت محمد الخليفة كذلك حفلة توزيع الجوائز برعاية وحضور صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم السعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب وسمو الأمير كريم آغا خان وعدد من السفراء والمسؤولين الحكوميين من دول الإسلامية وعربية عدة وفازت بجائزة الآغا خان للعمارة هذا العام ستة مشاريع من دول تمتد من جنوب شرق أسيا وحتى غرب أفريقيا حيث تمكنت الدول العربية من دخول نادي الفائزين بالجائزة من خلال مشروع تجديد دار نيمار للضيافة في طرابلوس بلبنان ترجمة نانسي قنقر